ومهمة برضو ان انا اقول النقطة دي عشان كتير من الناس يمكن محتاجة تسمحها مني مصر لم تغلق معبر رفح ابدا النقطة دي مهمة اوي لا انا بقولكم الكلمة دي لان انا يعني شفت كتير من المغالطات على ان احنا يعني مش عايزين او بنقفل المعبر لا ده ما حصلش خالص معبر رفح من جانبنا احنا فاتحينه بشكل مستمر وكنا مستعدين احنا قبل كده كنا مندخل قبل موضوع 7 اكتوبر ده ما يقرب من 500 شاحنة يوميا لاحتياجات القطاع اللي فيه 2.3 مليون طيب يبقى النهاردة لما يبقى فيه قزمة كبيرة زي كده تفتكروا ان احنا من صفاتنا او من سماتنا ان احنا طب هنعمل كده ليه النقطة دي الاعلام مش الاعلام المصري بعض الناس يعني بعض القنوات قامت بدور عشان تسيء لينا بقول تاني معبر رفح لم يغلق ابدا انما كان فيه اجراءات اخرى من الجانب الاخر كنا لازم نعملها عشان الحاجة اللي احنا بنقدمها تدخل حقيقة للناس فالدور مش عندنا احنا بس لا فيه جانب اخر مهم او ان انتو تعرفوا النقطة دي وكل الضغط اللي كان موجود والحصار اللي كان موجود كون احنا حرصين جدا من اول يوم على ان ده يعني نرفضه ونجابه بس طبعا مش مجابهة زي ما الناس فهمة كده ان احنا ممكن لا احنا بنتكلم كدولة بتتعامل في اطار قواعد قانون دولي وفي اطار اجراءات تهدف الى مش مش هنشعل الموضوع اكتر ما هو مشتعل يعني فمهم بس ان انا اقول ليكم كلكم وانتو اكيد عارفين ده لان انتو كنتوا موجودين على تواصل مستمر لكن اكيد المصرين بيسمعوني وناس كتير تانية في الدنيا بتسمعني الوقت معبر رفح لم يغلق ابدا ومش هيغلق ابدا توجه المساعدات تدخل اهلا بيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من مصر جديدة حلقة الخميس وحلقتنا ابتدت باللي انتو شفتوه دلوقتي حال الجزء الافتتاحي من خطاب وكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعالية تحية مصر وفلسطين اللي قيمت النهاردة في استاذ القاهرة بحضور عشرات الالاف من ممثل المصريين المصريين بالملايين مش بعشرات الالاف ولا مئات الالاف يقفوا وراء قيادتهم يقفوا وراء قضيتهم والسيد الرئيس الجمهورية النهاردة زي ما شفتم حضرتكم كلمة ليست طويلة ولكنها كلمة معبرة عن كل الامور الرئيسية التي يجب ان تعلن من مصر من القاهرة في هذه اللحظة بالذات في هذه اللحظة بالذات احنا النهاردة بنتكلم على عدوان غاشم مستمر من حوالي 47 يوم حتى اللحظة هذا العدوان ادى الى استشهاد حوالي 14500 شهيد وجرح ما يزيد عن 30 الف وفقدان ما يزيد عن 7 الف كل دول منهم اطفال ونساء 70% تقريبا وادى الى يعني تدمير حوالي 60 الى 65% من مساكن قطاع غزة ككل سواء تدمير كل او جزئي وحالة من يعني ما يشبه المجاعة والاوبئة والنزوح القصري من مكان الى مكان في هذا القطاع فالفعالية مصر تحية مصر وفلسطين ده اتي في وقت مناسب والسيد الرئيس الامورية بيعلم فيها الامور الاساسية الامور الرئيسية اللي هي لابد لها ان تعلن ويمكن الرئيس بدأ يعني قبل ان يلقي الكلمة المكتوبة بدأ زي ما شفتوا حضراتكم بالتأكيد على ان معبر رفح لم يغلق ابدا والحقيقة زي حضراتكم ما كنا شرحنا اكثر من مرة هنا معبر رفح لم يغلق ابدا من الجانب المصري هو اغلق او منع من العمل على الجانب الفلسطيني بفعل الغارات الاسرائيلية اللي يعني قصفت المعبر من ناحية الفلسطينية زي ما الرئيس بالنص قال في جزء اخر من خطابه قصف اربع مرات من الجانب الفلسطيني وانه كان مهم حسب كلام الرئيس نحافظ على ارواح الناس وننتبه الى الاجراءات وفي النهاية احنا عايزين لمساعدات تخش معنى اخر انه التأكيد على ان معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري ده امر مؤكد ومؤكد منذ سنوات لا نتحدث عن هذا الصلاع وهذا العدوان على غزة الان الامر المفتوح منذ فترة طوال اخوة الفلسطينيين هم اكثر الناس المقيمين في غزة والهيئات المعبرة عنهم يعرفوا ده كويس المعبر وحنرجع بعد شوية لاتفاق الهدنة في فقرة قادمة اللي تم النهاردة اعلانه بالفعل بجهود مصرية وقطرية وامريكية ويبدأ تبدأ الهدنة في النفاذ غدا صباحا الجمعة الساعة سبعة صباحا بتوقيت غزة وهو نفس توقيت القاهرة الرئيس تأكد على المعاني الرئيسية انه فلسطين ليست قضية عابرة فلسطين هي قضية مصرية وعربية معا وانه يعني هذه القضية تجمع جمعت المصريين زي ما الرئيس بيقول ان المصريين جمعتهم مصر والعروبة ومن يتمسك بهما وده اقرار الحقيقة لما اتى في دستور البلاد دستور البلاد يقول ان مصر دولة عربية تنتمي الى الامة العربية وان فلسطين هي بالفعل قضية القضايا او القضية المركزية للشعب المصري الرئيس ايضا تحدث عن ما يجري في غزة ما يجري من ارتكاب المجازر والعقاب الجماعي بحسب تعبيراته وان دي وسيلة بيقوم بها المعتدي لفرض واقع على الارض يؤدي الى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الارض ولم تفرق بحسب كلمات الرئيس الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ بل دارت آلة القتل كما اسماها الرئيس بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها فاصبحت وصمة عار على جبين الانسانية كلها في هذا السياق اكد الرئيس مرة اخرى على تحرك الفوري للدولة المصرية باشراف الرئيس شخصيا تشكيل خلية ادارة ازمة من كل مؤسسات الدولة المعنية وكان يتابع الرئيس على مدار الساعة كما قال وكان قرار المسندة وهو قرار مصر كان قراري وهو قرار مصر وكان حاسما بان نكون في طليعة المساندين للاشقاء في فلسطين وفي رياضة العمل من اجلهم ذلك القرار الراسخ في وجدان امتنا وضميرها مصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات من اجل القضية الفلسطينية وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار سبعة عقود وقد كان حكم التاريخ والجغرافية ان تظل مصر هي الاساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق الكلمة الحقيقة تطرقت ايضا الى جهود مصر الدولية والديبلوماسية جزء صغير منها اللي هو القمة القمة القاهرة للسلام هي اول قمة تعقد في العالم بمشاركة دولية واقليمية واسعة والرئيس بيقول الغرض من ده كان الحصول على اقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع وضمان تدفق المساعدات الانسانية لقطاع غزة وكمان كانت مشاركة مصر في القمة العربية الاسلامية في الرياض بعدها كانت مشاركة فعالة وفاعلة وحيوية واتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة بالاضافة الى تكسيف الدولة المصرية اللي اتصالتها مع القادة والمسؤولين الاقليميين والدوليين وتم التأكيد لجميع ده كلام الرئيس بشكل واضح الرفض المصري الحاسم الرافض والحاسم لمخططات تهجير اشقائنا الفلسطينيين القصرية سواء من قطاع غزة او الضفة الغربية الى مصر او الاردن حفاظا على عدم تصفيت القضية والاضرار بالامن القومي لدولنا والرئيس هنا اوجه الشكر للولايات المتحدة الامريكية لانضمامها للموقف المصري في رفض هذه القضية ونشوف نسمع مع بعضنا ونشوف كلام الرئيس الحاسم في موضوع التهجير الالعلي واعتبر الزائقات احمر شعب مصر العظيم لقد بزلت مصر جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب وذلك على كافة المستويات سياسيا قمنا بعقد اول قمة دولية بالقاهرة بمشاركة دولية واقليمية واسعة من اجل الحصول على اقرار دولي بدرورة وقف هذا الصراع وضمان تدفق المساعدات الانسانية لقطاع غزة كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الاسلامية مشاركة فاعلة وحيوية حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة كما كثفت الدولة اتصالاتها الدولية مع القادة والمسؤولين الاقليميين والدوليين حيث اكدنا للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير اشقائنا الفلسطينيين قصريين سواء من قطاع غزة او الضفة الغربية الى مصر والاردن واسمحولي ان انا اتحدث قليلا في هذه النقطة احنا المصريين كلنا كنا دايما لنا موقف متعاطف وانساني واستقبلنا خلال السنوات الماضية في عقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الاشقاء الذين تضرروا ولم نتكلم ابدا ولم نشتكي ابدا ولم نطلب من احد ابدا اي دعم في هذا الامر الامر اللي انا بتكلم فيه ده احنا دايما بنقول ان احنا عندنا تسع ملايين من الضيوف يعني محدش يقدر يزايد علينا ويقول ان احنا لما بنقول لن نقبل بتهجير قصري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية ابدا ما حدش يقدر يقول ان مصر ما لهاش مواقف ايجابية ولها مواقف انسانية نبيلة ورائعة لكن الامر مختلف